السلام عليكم. ازيكوا? عاملين ايه? يارب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم سجوء الفراخ اللي انا عملته معاكم قبل كده. وحشيته بنفسي في البيت. واريكو ازاي التحشو بكل سهولة. وكمان تجيبو له هنك منين. وتحفظوه ازاي. النهاردة هنسويه مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هعمله السجوء اسكندراني. البصل والطماطم والفلفل وهعمل منه كم واحد كده بس يدوب هحمره. آآ علشان اني مش بيحب كده يأكل كده. تمام? في ناس مش بتحب البصل والطماطم في الاكل. آآ طبعا ان انا هشوهه عادي خالص في زيت. انا مهم ان ما اتطلعيه كون متالج آآ قبل ما اتعمليه زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت لما عملته لكو. الطرق ان انتوا لازم بتشمعوه الاول في الفريزر عشان ما يفكش منك وانت بيتحمري. تمام? ده الاسكندراني اللي احنا عملناها بالطماطم والبصل والفلفل. ممكن تحطي فلفل حامي لو حبه. وهحمر منه كم واحد زي ما هتشوفه دلوقتي. زي مكونات دي فلفلتين رومي وبصلتين وطماطميتين متقطعين مكعبات صغيرة. وعند قرن فلفل حامي شال البزور بتاعته علشان مبقاش حامي قوي. وده السجوء لسه يعني متالج معايا نص آآ تتليجة كده مش متالج قوي فاكك شوية. آآ هنزل في الطاصة بشوية زيت. واخد كم سبعة زي ما قلتلكوا كده بس اشوحه من غير بصل ومن غير اي حاجة. ومن غير حتى توابل لانه هو في التوابل بتاعته وفي كل حاجة. تمام? في التوم وفي التوابل احنا عشانه بتوم وتوابل. فبس الملح اللي قلتلكه وقت التسوية ممكن لو لقيتوه ودلع شوية هتضيفه شوية ملح. وانا الحقيقة لما دقته لقيته مش محتاج ملح معايا خالص. تمام? خلي بالك بقى غطي عشان اول ما هتنزلي عشان السجوء فيه تلجي شوية فهيعمل آآ الزيت هيفرقع كده زي ما انت شايفه. عنا ما دول يتشوحوا كده مش هقلبهم طبعا جدا لما ياخدوا لون. هقص كده لسجوء الباقي عندي بالمقص حسب بقى الحجم اللي تحبيه ممكن تقسمي واحد اتنين او تلاتة زي ما انت عايزة. شايفين السجوء مفكش معايا ولا اي حاجة خالص? وبدأ يلون ها. هتقليبي بقى على الناحية التانية اللي مش ملونة. عايزة اقول لكم ريحته كانت حلوة قوي. وماخدش وقت في السوى. يعني بتطلعي بتعمليه بسرعة كده بيخلص مفيش عشر دقيق بيكونين بخلصا. فانت طبعا لو عملت كمية وخلصتها عندك في الفريزر هتريحك كتير. هطلع دول بقى اللي انا عملتهم في الاول وهنزل دول مكانهم في نفس الطاصة. هزاود بس شوية زيت. بدأ يلون معيه وياخد لون. هنزل بمعلاقة توم مفرومة. هو طبعا السجوء معمول اصلا بالتوم مش بالبصل. زي ما اتفقنا السجوء بتعمل بتوم مش ببصل. اللي ببصل ده بيقلب على حاجة تانية بقى ببقى زي الكفتة كده. لكن السجوء اللي بتبع بره عند الجزارين او سجوء الجاهز بره بيكون بالتوم. هنزل بمعلاقة توم مفروم. يا دوب تتشوح. هنزل عليها بالبصل اللي لم قطعها. وبرده تقليبتين مش عزي لون ولا حاجة. يضوب تشويح بس. والفلفل. والطماطم اخر حاجة هتنزلي بيها. في السجوء اللي حما بنضيف معلقتين صلصة او معلقة كاتشب عشان السجوء بيبقى لونه احمر كده كده. لكن ده انا عايزة يفضل على لونه يبقى باين انه هو فراخ فانا مش هضيف له صلصة. تمام? هضيف له بس طماطم وكعبات. وضيفت قرن الفلفل الحامي لانا شايل البزول بتاعته علشان ما بقاش حامية قوي. لو انت عايزها حامية قوي هتقطعها بالبزور بتاعتها في السجوء. تمام? هنزل بالطماطم بقى وخليها كده تنزل ميتها. وتتبل كده. هي وباقي الخضور اللي انا نزلته. ممكن تزاودي شوية مزورين جدا. ربع كباية كده. علشان لو الطماطم ما نزلتش مية نزلي انت يحطي ربع كباية مية. انا مش هضيف جيركوز برا ناشفة بس. حوالي نص معلقة ورشة فلفل اصمر بسيطة. مش هضيف ملح تاني علشان الملح بتاعه كويس. انا لما دقته لقيت ملح كويس. تمام? ازان تدقتيه ولقتيه دلع هتضيف له شوية ملح كمان. هو يعتبر كده خلاص جاهز معي. هسيبه بس شوية يشرب المية بتاعته دي. ويتسبك شوية. شايفين لونه فاتح ازاي? انا اصدت هسيبه فاتح علشان ده سجوء افراخ مش سجوء لحمة. لو سجوء لحمة هضيف له صلصة او كاتشاب معي. تمام? اول كده الطبق جهيز معي. ابسط ما يكون. فعميله. ما خدش مني وقته خالص. آآ هقدم معي البطاطس. والكاتشاب دي برضو انا اللي عملتها في البيت. هنزلك اللينك بتاعها ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكو. مستنية منكو اي اسئلة او تعليقات. عبا فكركم ان شاء الله. متنسوش اللايك والشير والاشتراك. وتفعلوا الجرس. عشان يوصلكو اي فيديو جديد عملو. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. كنت معاكو شايماء امين.